استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الثامنة لمسؤول حقوق الإنسان بوزارات داخلية العربية والذي ناقش على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان وجاء انعقاد المؤتمر بمصر تقديرا لدور مصر الريادي في مجال العمل الأمني الذي يراعي الأبعاد الإنسانية مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة والذي سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان ومقترحات حول تفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشتركة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فورونتيكس حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية أفكالي Butto I think the location is perfect. The facilities have been perfect for such a conference. I think it also sends a very good message to hold this conference in coordination with the Police Academy of Egypt thus showing that fundamental rights and human rights is a central subject in the formation of our police and our border guards. بالطبع هذا هو موضوع الاجتماعي وهي تحديد مهمة كثيرة مثل الناس ولكن الواقع بأنها تحديد في كايرو أعتقد أنها تحديد ممتاز لتحديد الاجتماعي من الاجتماعي على مهمة كثيرة مثل الناس ولكن أيضا مقرارات هذه الجلسات التحضيرية أثمرت عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزرات الداخلية العربية والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتناول آليات تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان حيث أشاد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر وبالخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني مصر من اهتمامها في مجال حقوق الإنسان يعني شرفتنا بأن استضافة هذا المؤتمر أيضا تفضلت بأن تجعل هناك منح في عملية حقوق الإنسان وأيضا عملية قيام بأعمال تدريبية في مجال حقوق الإنسان هذه المتحدة ان تلمين علينا قمتها من كل مقسمات الإنسان الخطوات الأربية وتشاهدنا المنقشة الممارسات الفضلة والبرامج التدامية المدريبية والتثقفية المختلفة التي تقوم بها وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان فاستعرضت بعض الدول العربية هذه الأمشطة المختلفة وتبادلت الخبرات في هذا المجال وكانت تجارب مهمة وقيمة وقد ثمن المؤتمر في توصيته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها التجربة المصرية تجربة رائدة أنا أعتبرها تجربة عالمية تجربة عربية مثلها يجب أن يقتدى ويجب أن تقيم هذه التجربة لأنها تعكس الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانت محطة اهتمام وإشادة المشاركين في المؤتمر مع الرغبة في مشاهدتها ميدانياً وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من خلال تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين لمركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي استطاعت مصر من خلالها أن تحقق نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بما يرعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان فالنزلاء يتم إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقاً لبرامج إصلاحية مميزة كما يتم توفير رعاية صحية فائقة للمزلاء من خلال المركز الطبي الموجود به وتجهيزاته التقانية العالية أعتقد هذه خطوة جداً رائعة مميزة وتبين مدى حرص الحكومة المصرية وزارة الداخلية في مصر على حقوق هؤلاء النزلاء وتقديم كل الخدمات دولة تحترم أفرادها بمختلف الوضعية تنتاحم سواء خارج السجن ولا داخل السجن ودولة تحب تصلح أبناها داخل السجن وترجح المواطنين ينجموا ويندمجوا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية هذه التجربة رائعة جداً طلعنا على تجربة فريدة من نوعها وهذه التجربة إن شاء الله تكون عامة على كل دول العربية وقد حرصت الوفود على تدوين ملاحظاتهم عن مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون وهو ما يعكس حرصهم على نقل تلك التجربة المتقدمة والاستفادة منها في الإصلاح والتأهيل إلى بلدانهم وفقاً لما أكدوه وهو ما يعكس رؤية المصرية الواضحة والناجحة فيما يتعلق بحق الإنسان وفقاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما تم تنظيم على هامش المؤتمر زيارة ميدانية للمشاركين لأكاديمية الشرطة شاهدوا خلالها مرافقها المتنوعة وكياناتها التعليمية والتدريبية وتعرفوا خلالها على إسهاماتها الفعالة في العمل الأمني من خلال إعداد الكوادر الأمنية على المستوين المحلي والدولي وفقاً لأعلى النظم التدريبية الحديثة مع التأكيد على الجوانب الإنسانية في العمل الأمني حقيقة شيء يثلج الصدر شيء يفرح بأن في مثل هذه المؤسسة الأمنية نجد هذا التنظيم الجميل المباني والمشبهات والتدريب العالي المستوى في مجال حفظ الأمن بالإضافة لذلك أن هناك كثير من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات تضمن ضمن هذه المناهج وهذا الحقيقة شيء نفخر به هكذا يتم ترصيخ حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية داخل أكاديمية الشرطة والتي احتضنت المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزرات الداخلية العربية وجاء انعقاده بمصر تقديراً لدور مصر الريادي في ترصيخ العمل الأمني بمفهومه الإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر